يحدث في العراق الجديد الذي وعدت الولايات المتحدة عند غزوه أن يكون أنموذج المنطقة بالديمقراطية أن يغيب عشرات الآلاف من الأشخاص بلمح البصر فببساطة تأتي قوة أمنية فتتخطف المدنيين من مناطق معينة ثم يختفون لا تجيب عن سؤال عنهم حكومة ولا أجهزة أمنية ولا ميليشيات هم غير موجودين وحسب وكأن الحكومة تتعامل مع أرقام فقط لا مواطنين لديهم أسر ومجتمعات غيبوا منها بقوة السلاح أم الجرائم هكذا يصف فقهاء القانون جريمة الإخفاء القسري لاحتوائها ضمنيا على انتهاكات أخرى كالتعذيب والاعتقال خارج القانون وربما القتل تفشت الظاهرة بعد احتلال العراق نظرا لغياب القانون حتى بات العراق صاحب الرقم الأعلى للمغيبين قسريا في العالم وهو الموقع على اتفاقية دولية تكافح الظاهرة وهذا كان محل بحث في ندوة دولية أقامها مركز الرافدين للدراسات راسام بالتعاون مع اتحاد الحقوقيين الدوليين معظم المغيبين قسريا يرجعون للمناطق التي شهدت عمليات عسكرية فأخفي عشرات الآلاف من أبنائها تحت ذريعة محاربة الإرهاب وعلى يد ميليشيات الحشد التي عاثت بتلك المناطق قتلا واعتقالا وتشريدا أماكن المحتجزين هي في الآن منطقة جرف الصخر هي منطقة مغلقة تماما بسبب أن سيطرت الميليشيات عليها وتحكمها بمصير هذه المنطقة وليس لأحد الدخول إليها إلا بموافقة أمنية شديدة من قبل الميليشيات وأيضا من قبل حارس الثور الإيراني فباتت هذه المنطقة بأغلبها منطقة مغلقة تضم أعداد الآلاف من المغيبين القسريين الذين احتجزتهم كتاب حزب الله وعصائب الحق وغيرها من ميليشيات الحج الشعبي بأعداد هائلة وبمناطق مغلقة تحتجز فصائل ميليشيات الحشد عشرات الآلاف من المدنيين الذين يعثروا على جتث بعضهم بين الحين والآخر كما حدث في بابل قبل نحو شهرين لكن مأساة ملف المغيبين لا تقف عند الضحايا فقط بل ترجع إلى ذويهم فضلا عن انكاسات الأمر على المجتمع الاختفاء القسري وانتهاك عظيم له تأثيرات كارفية على أي مجتمع لأنه لا يمس فقط الضحايا هذا الانتهاك وهم المفقودون أو المغيبون وإنما يمس أيضا أهلهم عوائلهم أصدقائهم فبالتالي الأفر يكون على شرائح كبيرة من المجتمع هذه الظاهرات تساهم في الاحتقان داخل أي مجتمع الندوة شددت على ضرورة البحث بسبل تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الظاهرة والحرص على أن لا يفلت المجرم من العقاب لكن ذاك يصطدم بواقع تؤثر فيه الدول العظمى فتجرم من تشاء وتجعل من الجلاد بريئا إن رغبت بجرات قلم